لا جدال في أن إيران ومثلها تركيا تحاولان قدر الإمكان لاستفادة من نظرية صناعة العدو التي جاءت بها نظريات الفيلسوف الإيطالي نيكولا ميكافيلي بغية تستخدام النفوذ والقوة بشكل أوسع والحصول على تفويض لشن حرب داخلية ضد المعارضة وأخرى خارجية ضد أعداء مفترضين وجميع ذلك للهروب من الأزمات الداخلية ومنذ فرض العقوبات عليها بسبب ملفها النووي وتأثر اقتصادها بهذه العقوبات صعدت إيران من لهجتها الدعائية متهمة دولا عربية وغربية بأنها تحيك المؤامرات ضدها وتحرض على الثورة لكنها لم تكتفي بهذا القدر الذي يتعلق بالحرب الكلامية والإعلامية والتهديدات فأوغلت في سلوكها ضد إقليم كردستان المسالم مستعينة بطبقة سياسية خالعة وأدوات تابعة ومستغلة للسكوت الدولي معلوم الأسباب وزادت إيران من صناعة التحديات الوهمية مع ازدياد زخم الثورة والتساعها بعد مقتل الشابة مهسأ أميني والتي وصل لطاقها إلى أبعد الحدود بقيام الشباب الإيراني بإعلان موقف مبدئي مساند للثورة جلا برفض ترديد نشاشد النظام في أكبر محفل الرياضي الدولي مجلس النواب العراقي ناقش اليوم قضية الاعتداءات التركية الإيرانية مجتمعة وهو أمر محمود فيما يطمح العراقيون إلى أن تكون معالجة ممثليه واقعية وبعيدة عما تروج له الدولتان من فرا واهية كإمداد المعارضة بالأسلحة وتنفيذ عمليات عسكرية في العمق الإيراني على الرغم من أنها لم تقدم ما يثبت هذا وتعلم الدولتان أن الحل ليس بأيد إقليم كردستان وحده ولا العراق الاتحادي وإنما هو حل دولي قد تكون بدايته في طهران وأنقرة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وهذا ما يجب أن يشتغل عليه سياسيون هذا إن لم تكن الطبقة السياسية العراقية ذاتها جعلت من الإقليم وتجربته عدوا وتحديا وهميا يهدد استقرارها